النهاردة الوزيرة اعلنت عن طرح لينك استمارة موجودة على الانترنت كل الطلبات دي استمارة موحدة للطلبة اللي بيدرسوا في اوكرانيا ومضطرين ان هم يخرجوا او بالفعل خرجوا ورجعوا مصر او موجودين في دول اخرى هيدخلوا هيكتبوا هشوف حضراتكم اللينك معنا دلوقتي هيدخل على اللينك ده او على الاستمارة دي هيكتب كل التفاصيل المتعلقة بدراسته السنة الدراسية التخصص اللي هو بيدرسه في كلية ايه في جمعة ايه في مدينة ايه في اوكرانيا هيسجل كل هذه البيانات هيقدم اذا كان في كارني في اي دي في اي شيء يثبت ان هو بالفعل بيدرس هذا التخصص في هذه الكلية في اوكرانيا كمان طلبت ان كل الدارسين الطلبة الدارسين يريد يدخلوا في اوكرانيا يريد يدخلوا على الموقع ويكتبوا البنات بتاعتهم بمنتهى الدقة وان البنات قدام حضراتكم ايه الموقع اللي خصصيته وزارة الهجرة في جهد بيتم حاليا مع التعليم العالي عشان طبعا الحرص على مستقبل هؤلاء الشباب اللي كانوا بيدرسوا في اوكرانيا وحتى لوزيرنا قالت له متابعة ان القادة الساسية بتتابع هذا الامر يعني يوميا برحب به دكتور خالد محمد رئيس لجنة الشباب في الجالية المصرية في اوكرانيا